مشاهدي قناة كومبوس معوك تيفي مرحبا بكم بمجرد أخبار الجامعات المغربية قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السيدة عبداللاطف ميراوي يوم الثلاثاء 7 نوانبير 2023 عرضا أمام لجلة التعليم وثقافة والاتصال بمجلس النواب وفي هذا السياق استعرض السيدة الموزير معطاية تتعلق بتطور مؤشرات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلال الموسم الجامعي 2023-2024 وأشر إلى أن الدخول الجامعية الحالي تميز بانطلاق العمل بالهندس البيداغوجي الجديد المعتمدة في إطار تنزيل المخطط الوطني باكت إسغي 2030 العمل لسنة 2024 الذي يتميز بمجموعة من البرامج المنبثقة عن تنزيل أوراش المخطط الوطني باكت إسغي 2030 الذي يهدف لإصلاح البيداغوجي من شامل ومندمج مع الرفع من حكمة المنظومة ولتحسين الخدمات الاجتماعية لفئلة الطلبة كما قدم السيدة الوزير عدد المراسب المالية المحدثة برسم سنة 2024 بالإضافة إلى الاعتمادات المرصودة للمزارة حسب البرامج والمشاريع ترأس السيدة عبدالطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اليوم الأحد خمسة نونبير 2023 بجامعة محمد السادس العلومي الصحة حفل استقبال وامتنا نظمتهم مؤسسة جدارة بمناسبة استقبال 140 مستفيدا جديدا والاحتفاء ب69 خريجا وهو الحفل الذي شهد حضور عدد من الفاعلين الأكاديميين والاقتصاديين وممثلية المجتمع المدني كما شهد توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة جدارة وجامعة محمد السادس العلومي الصحة وفي هذا السياق جدد السيدة الوزير خلال كلمته التأكيد على أهمية الأدوار التي يقوم بها المجتمع لتتمين الرأسماء البشري الذي يعد حجر الزاوية لأي عمل تنموي ومصدرا مستداما لخلق الثروات المادية واللمادية التي من شأنها توسيع الأفاق المستقبلية لتطور الأمم ونموها لا سيما بالنسبة لبلدنا الذي يمر بمرحلة تحول ديمغرافي ومجتمعي غير مسبوك وذكر السيدة الوزير في كلمته بالجهود المبدولة في هذا الصدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لجعل الجامعة بيئة مناسبة تلبي مختلف احتياجات الطلبة مع مراعاة تعدد خلفياتهم الاجتماعية رغم في توفير الظروف المناسبة لضمان نجاحهم في مصرهم الأكاديمي والمهلي وهي الكلمة التي اختتناها السيدة الوزير بالدعوة إلى توحيد الجهود وانخراط كل الفاعلين للعمل سويا لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حتى تصبح أكثر شمولا وفاعلية واستدامة تم الإعلان عن فتح باب التقديم أمن الطلبة المغاربة للاستفادة من منحة إيفل بجامعات كاين نورمدي الموعد النهائي للتقديم هو 23 نوانبر 2023 نهاية الموجاز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر